كتير من الناس فكرة أن العنف الأسري هو ضرب الزوجة لكن الحقيقة أن العنف الأسري له أشكال كتيرة الضرب واحد منها فقط كمان العنف الأسري مش لازم يكون موجه للزوجة فقط لكن ممكن أن الزوج أيضا يعاني من العنف الأسري من زوجته مش لازم تكون بتضربه لكن العنف الأسري له أشكال كتيرة زي ما قلت أولا العنف الأسري بيحصل لما الطرف الآخر لا يحترمك ويجرح شعورك باستمرار أو لما الزوج يشك في زوجته باستمرار وبدون أي مبرر وسبب حقيقي والعكس صحيح لو أن الزوجة تفضل تشك في زوجها من غير ما يكون فيه أي سبب مقنع لشكها أو يتجسس عليها وتتجسس عليه زي أنه يحاول يفتح موبايلها أو يدخل على إيميلها والعكس صحيح الشك بدون سبب حقيقي بيخلي الواحد يحس بأنه غير جادير بالثقة والثقة والاحترام حكتين مهمين جدا في الزوج أيضا لما يحاسسك بالدونية ويخلي ثقتك بنفسك تضعف بأسليب كتيرة زي أنه يسخر من شكلك أو وزنك أو شعرك أو لون بشرتك أو يعاير بالمستوى الاجتماعي أو بأي شيء هو عارف أنه حيجرح ويديك كمان لما يشتمك أو يقول الكلمات جرحة زي أنت غبية وما بتفهميش حاجة أو أي كلام من هذا القبيل وأكيد طبعا لو مد إيده عليك أو لو زقك أو رم عليك حاجة أو مد إيده بأي طريقة مهينة كمان لو أكبرك على أنك تعملي حاجة أنت كرهاها كمان أنه يهينك قدام الناس قدام أهلك أو أهله أو أولادك أو قدام أي حد أو أنه يبقى عايز يتحكم في فلوسك يتحكم في ردبك أو أي دخل ليجي ويحاول أنه هو اللي يدير أموالك بحاجة أنه بيفهم أحسن منك في إدارة الأموال أحيانا كتيرة ضحايا العنف المنزلي بيفضلوا في العلاقة الزوجية مش قادرين يخرجوا منها وفي أغلب الحالات ده بيكون عشان خطر الأولاد أو الخوف من المجهول وخاصة لما تكون الزوجة معتمدة ماديا تماما على زوجها سواء عندها أولاد أو لا أو الخوف من ردة فعل الزوج وإنه ممكن يرفض يطلقها أو إنه يبهدلها في المحاكم لو أصارت على الطلق أو ينتقم منها بطريقة ما يعني المشاكل المحتملة لو حصل طلق فبتفضل إثار السلامة وبتختار إنها تستمر في الزوج أحيانا أيضا ضعف الثقة بالنفس والكسرة اللي تكسرتها من سوء المعاملة بتخليها تخاف تاخد خطوة زي دي الخوف من الوحدة وإنها ممكن ما تقدرش تلاقي الزوج تاني والاعتقاد إن زواج المطلق أو المطلقة بيكون صعب الخوف من تأثر الشكل الاجتماعي وحمل لقب مطلق أو مطلقة والخوف من انتقاد الأهل أو معارضتهم أو إنهم ممكن يقطعوها لو أخدت قرار زي ده بعض الزوجات بيفتكروا إن سوء معاملة الزوج لزوجته ده شيء عادي وإن ما فيش راجل عدل وإن كل الستات بتعاني من أزواجهم بشكل أو بآخر كذلك الخوف من البعد عن الأبناء وده غالباً بيكون في حالة الزوج اللي خايف يطلق زوجته الموسيقى لإنها هتاخد الأولاد منه إذا كانوا صغيرين طيب والحل إيه؟ إن زوجك أو زوجتك كده أولاً ما لوش أي معنى إن الواحد أو الوحدة يفضلوا في علاقة موسيقى وخاصة لو إن ما فيش سبب قوي وقهري يخليهم يستمروا في الزواج ليه تعاني وتفضل تحت ضغط نفسي وإهانة ونكد مستمر؟ بالتأكيد أحياناً بيكون فيه أسباب قهرية بتضطر الواحد أو الوحدة إن يستمر في علاقة زي دي مثال لكده لو إن الدين بيحرم الطلاق أو إنها قررت لأي سبب من الأسباب إنها تستمر في الزواج وفكرة الطلاق غير وردة بداتاً طيب إزاي الواحد يتأقلم ويتكيف مع وضع زي ده؟ أولاً لازم تعرفي إن الشخص اللي بيسيء لزوجته ويهنها ويغضب وينفعل لدرجة إنه يمد إيده عليها أو يشتمها أو كل شوية يهنها على الصغيرة وكبيرة هو إنسان مريض وغير سوي الشخصيات المريضة موجودة بيننا لكن ناس كتيرة ما عندهاش وعي بيهم في علم النفس هناك عشر أنواع من الشخصيات المريضة عملنا حلقات عليهم هتلاقي اللينك بتاعهم في الديسكريبشن العنف والغضب الشديد من صفات الشخصية المريضة وممكن يؤدي لكوارث زي القتل أو إحداث عاها فإذا كانت زوجتك أو زوجك شديد العصبية فده معناه بالتأكيد إنه أو إنها شخصية مريضة صفات العصبية الشديدة ما بتجيش لوحدها لكن بيصحبها صفات تانية بتدعس حياة اللي عايشين معاها طيب نرجع تاني ونقول وإيه الحل أولاً لازم تكون فاهم وتكون يفاهمة إنك ما تفكرش أبداً تغير الشخص اللي قدامك الصفات الأساسية للشخصية بتكون إلى حد كبير ثابتة والتغيير إذا حصل فبيكون قليل يبقى الحل هنا إن أعامل هذا الشخص معاملة خاصة لإنه مريض لازم تحاول تفهم الشخص اللي بتتعامل معه أحاول أفهم إيه اللي ممكن يثير غضبه وغيزه وأتجنبه كمان أحاول التعامل معاه فأديق الحدود وللضرورة فقط لإن التعامل والاحتكاك الكتير بالشخصية المريضة لن يجلب سوى المشاكل أحاول أسعد نفسي بعيد عنه أو عنها مثلاً بتكوين صدقات وأشغل عقلي بحاجات بحبها وتكون مفيدة أحاول أشتغل وأعمل فلوس نفسي علشان أستقل مادياً كمان عدم أخذ الإهانة بمحمل شخصي أبداً لأن الإهانة لصدرة من شخص مريض ليست إهانة حقيقية موجهة ليكي لكن في نفس الوقت ما تسمحيش ليه أنه يهينيك وتسكتي لازم تدفي عن نفسك لازم تعترضي وتفهميه أن شيء زي ده غير مقبول وأنه بالتأكيد مش هيقبل على نفسه لو عملتي بالمسك لو شتمتي أو أهنتي أو جرحتي أو ضربتي ما تقابليش الإهانة والإساءة بالمثل حسسيه أنه قليل وصغير قوي عشان مش عارف يتحكم في نفسه وانفعالاته كوني أنت الأكبر والأعقل والأحسن أخلاقاً لكن بالأدب وبدون عنف فهميه أنه غير مسموح أن ينتقدك أو يهينك أو يجرحك بأي شكل من الأشكال كمان حاول تبص للجانب الإيجابي فيه لأن أي شخصية مريضة مهما كان فيها من عيوب لازم بيكون فيها جانب إيجابي كويس ولازم تكوني متفاهمة أن عيوبنا الشخصية هي نتيجة عوامل جينية بيولوجية وعوامل بيئية يعني تكوينه الشخصي إلى حد كبير بيكون خارج عن إرادته واختياره أتمنى أن الحلقة تكون أضافة شيء مفيد لأي زوج أو زوجة بيعاني من شرك حياته وبرحب بتعليقاتكم وقراءكم والتواصل عن طريق الإنستجرام والفيسبوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر